مملكة البحرين تخطى حاجز الألفي إصابة هذا هو العنوان الأبرز الذي تداولته مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة في المملكة لغة الأرقام تحدثت وأعلنت مساء الأربعاء عن تسجيل 2354 حالة قائمة جديدة هذا الرقم الصادم والمرعب لجميع قاطن مملكة البحرين يتطلب الالتزام بكافة الضوابط والتدابير اللازبة والإجراءات الوقائية وتطبيق معايير التباعد الاجتباعي خلال هذه المرحلة كواجب وطني في المقام الأول ومسؤولية أخلاقية وهنا وفي هذا الوقت الراهن يعد التزام الفرد بدوره المسؤول تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه هو الطريق الصحيح والمكمل لكافة الجهود لتجاوز هذه الجائحة التي حطت برحالها في المبلكة ومساندة كافة الجهود الوطنية بروح الفريق الواحد لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية عبر تطبيق كافة التعليمات والضوابط المعلنة من الجهات الرسمية والتي تسهم في دعم ما قامت به مملكة البحرين من جهود قطعت بها شوطا كبيرا في التصدي لهذا الفيروس وتقليل أعداد الحالات القائمة والحد من أنعكاساته على مختلف الشؤون الحياتية لضمان العودة الآمنة للحياة الطبيعية